عايز اقول لكم بادي الوقت على معلومة خاصة بالحرارة معلومة مهمة اول هل كل ارتفاع في درجة الحرارة خطر؟ او بمعنى اخر ايه هي الحرارة ارتفاع الحرارة المقبول وارتفاع الحرارة غير المقبول؟ باختصار شديد جدا والاجابة خاصة بالاطفال وبالكبار كمان بالاطفال وبالكبار الحرارة العادية لغاية 37 وشرطتين او 37 واثنين من عشر خلاص؟ لغاية 37 واثنين من عشر تمام انا عايز اقول لكم ان في يعني ده الامر اللي انا بتكلم فيه ده مختلف عليه جدا جدا يعني كل مجموعة طبية مش اقول لكم كل دولة لا ده كل مجموعة طبية جوا نفس الدولة كده ماشيين ببروتوكولات وهتقولولي الله بس هو مش ده غلط اقول لكم لا مش غلط يعني فيه يعني انا اعرف منظومات طبية في دول معينة بيتعاملوا مع مرضى يا ربي يشفينا ويعفيهم ويعفينا ويشفيهم ويعفيهم يا رب جميعا كلنا يا رب بيتعاملوا مثلا مع مرضى الاورام السرطانية مرضى مثلا اللوكيميا احد انواع سرطانات الدم او حاجة هي يعني في منتهى الحساسية والحرج وبتاعه وهذه المنظومة الطبية والمريض ده ماشي على علاق كيمائي وحاجات كده تمام تبسط ليهم بيتعاملوا مع الحرارة انها عادية لغاية سبعة وثتين ونص او سبعة وثتين وبوينت ستة او فاصل ستة من عشرة ما يدوش حاجة هذه فلسفتهم يعني او ده نظامهم الطبي خلاص نظام المكان ده كمان يعني انا انا بقول لكم المعلومة دي لانها كنت انا شخصيا استغربتها شوية قالوا لي لا احنا ماشيين على ده لانه بقى فيه تركيبات معاينة بتتعمل والادوية الكيميائية دي احنا مش عايزين نستعجل كل كل زي ما بيقولوا ايه كل مكان كده له ضوابط طبية صارمة بتحكمه وما فيش حد غلط انا بس بفاهمكم انه ما فيش حد غلطان لكن ما تم الاتفاق عليه انه لغاية سبعة وثتين واثنين من عشرة طبيعي حلو؟ طبيعي فوق الاثنين من عشرة يعني سبعة وثلاثين بقى وثلاثة من عشرة فما فوق نبتدي نفكر انه ايه ها ندي بقى خوافة حرار فهمتوا قصدي؟ دي معلومة مهمة قوي فيه ناس تقولك سبعة وثلاثين وثلاثة من عشرة فتلاقي الدكتور يقولك ايه بس المهم ما تعلاج اكتر من كده يعني متبقى ايش هو اربعة من عشرة ونص هتقوله احنا يهو فرق كده لانه بيفرق هل المريض ده عنده امراض اخرى هل عنده ارتفاع في ضغط الدم مثلا هل عنده سكر هل هو كبير في السن هل بياخد حاجة من الادوية الخاصة بالامراض المناعية هل بياخد ادوية فيها كورتيزو ما انا بقولك كل بني ادم ها هو حالة في حد ذاتها هو جزيرة لها حدود وحاجات معلومة فعشان كده احنا بنقول المتفق علي لكن وارد جدا انك تلاقي الدكتور يقولك لو حرارتك سبعة وثلاثين وثلاثة من عشرة لازم نبدأ خوافة حرارة وهم مش عارفه والدول فلان او تبص تلاقي الدكتور ما يبتديش مثلا يدي مضاد دحاوي الا في احوال اخرى لان مش كل ارتفاع للحرارة بنيديه مضاد دحاوي على فكرة الحرارة بترتفع غالبا لاسباب فيروسية غالبا يعني بتبقى حاجة بنسميها احنا فيرال عشان كده عشان كده اطفال كتيرة قوي لما بيجي لهم ارتفاع في الحرارة ونقعد نسأل اهلهم عندهم اعراض تانية يقول لك لا اقول لهم خلاص نقول لهم كلنا يعني نقول لهم خلاص هيمشي على خوافة حرارة تمانية واربين ساعة خلاص يعني المدة يومين كل اربع ساعات طالما ما فيش اعراض تانية تمام كده فعايز اقول لكو ان المقبول في درجة الحرارة غاية سبعة وتلاتين واثنين ما فوق سبعة وتلاتين بقى او تلاتة فما فوق دي بتخضع لرأي الطبيب اللي حضرتك بتروح له اشتركوا في القناة